دلوقتي يجي معنا مع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم ونحن نستعرضها في سياق التقرير اللي جاي بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة مجلس الأمناء بالحوار الوطني هيعقد اجتماع لمناقشة ملف تحويل الدعم بالإضافة لوضع قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على طاولة المناقشات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراك قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وتلقت الأمانة الفنية المقترحات الخاصة بملف تحويل الدعم كمرحلة أولى بيليها دراسة وتجميع للمقترحات تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء ثم تنظيم وعقد الجلسات العلنية بحضور كافة الأطياف السياسية وممثلي الحكومة والمعنيين بالأمر على أن يتبعها عقد جلسات متخصصة بحضور الخبراء والمتخصصين بيليها صياغة التوصيات النهائية واعتمادها تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم النهاردة هيشاهد جمهور مهرجان آفاق على مسرح الهناجر عروض تمثيل الوحوش الزجاجية والتار ورحلة البحث عن دنيا وده بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العشرة دورة الفنان نور الشريف اللي بتقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر وبتبدأ العروض في السابعة مساء بالمجان والعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الأولى من عمر مسابئة الدوري المصري هيلتقي الإسماعيلي مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء وفي الثامنة هيلتقي الأهلي مع سيراميكا النهاردة والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم أيضاً مع سبع مباريات قوية في إطار الجولة العشرة من عمر مسابئة الدوري من أهمها مباراة نيو كاسل مع أرسنل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ومباراة ليفربول مع برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء في نفس التوقيت مباراة منشستر سيتي مع بورنموث